والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم من ورين كالعادة قناة المكتبة معكم محمد فيديو جديد سنقوم بقية ريفيو لساعة جديدة من الساعات الشابهة القبل وهي الساعة ال HW32 اللي بتيجي بالعلبة اللي انا شايفينها معنا دي دعنا نبدأ الفيديو ونشوف الساعة تقدم لنا ايه دعنا نبدأ الفيديو ان مش كل الساعات ال HW32 بتبقى كلها تابعة او ازاي HW32 او بنفس 13 HW32 دعنا نخش الساعة ونشوف ستقدم لنا ايه في الله بينا طيب في البداية عندنا ده شكل العلبة اللي بتيجي فيها الساعة اللون الاخضر بالفريم دهبي ده شكلها مختلف عن اللي احنا متحوضين عليه مكتوب هنا ان هي سبيس الليمونيوم كيس وان هي 44 ميلي برده في شوية تفاصيل عادية معتادة ميدين شاينة والعلبة بيكون هنا في الساعة موجودة هنا وهي معنا خلاص ويحنا بيكون الكتالوج اللي جواه البرنامج اللي احنا اول مرة هنشتغل فيه المراده وهو البرنامج اللي في ال QR ده هنشوفه في الكوزخ الخاص بالبرنامج دهبي عندنا هنبيه الاسترااب الاسود اللي احنا شايفينه ده ويحنا آخر حاجة عندنا في العلبة وهو الشاحن او كبل الشاحن من الاتنين بيننا والذي احنا عارفينه والذي شفناه في ساعات كثيرة جدا ده بالنسبة لمحتويات العلبة ده نخش على الساعة من جوه ونكلم عنها بالتفصيل ادي شكل الساعة زي ما احنا شايفين بتيجي بالشكل ده الفريم الاسود المطفي اللي بشكل احنا شايفينه ده بتيجي بالستراب السيليكون اللي هو السيليكون الناعم قوي ده اللي هو حسن هو ناعم قوي ده ما لمسه كده طبعا ده بيكون طريقة تركيب وفكة الستراب طبعا الستراب برضو مش بيكون فيه جزء الخاص بالإفل والساعة من جوه هنا مفيش فيها الافل لو كنا استراب فيه افل او مركب نووش مش يبقى فيه مشكلة زي ما قابلنا في ساعات تانية طبعا هنا البنز بتاعة الشحن وده الزرار او السكرول هو شغال بشكل كويس لكن ده مش شغال معنا ده المايك بتاع الساعة وده السماعة بالنسبة للتصميم ادي شكل الساعة وده شكل الشاشة وادي الفريم هي البطارية بتاعة الساعة مشهونة بقالها يوم نزلت البطارية في الستان دي باي حوالي اه 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 او خمسين في المية فا اعتقد برضو زيها زي معظم الساعات في موضوع البطارية بتقعد من 8 ل 10 ساعات طبعا السكرول اذا ما احنا شايفينه هو شغال بشكل كويس مفيش اي مشكلة هو شغال برضو بطريقة كويسة اقول والخلفيات اللي على الساعة حوالي 8 او 9 خلفيات وهي البرنامج او بتاعة الساعة بيدعب ان احنا ننزل خلفيات اه من على البرنامج او ان احنا ننزل صورة شخصية المهمات بتاعة الساعة بنروح نحي اليمين كده مبنعملش حاجة نحي نهاية الشمال كده عندنا برضو قائمة الجانبية قائمة جابية فيها التاريخ واليوم فيها الاس او اس اللي هو الاتصال السريع واخر اربع تطبيقات احنا شغلناها اللي هبنطلع لفق كده عندنا القائمة لا بننزح تكينا والمشروبية الشرطي منويوا بالشكل ده اول حاجة عندنا البلوتس بتاع الساعة منامط المزدوج الي هو فتح البلوتس المكالمات وفي نفس الوقت يفتح بوبوس الخاص بالبرنامج اخر حاجة عندنا التحكم بالثالز outside تدات حاجة عندنا تحميل تطبيق ال Qr بتاع التطبيق اي أو الرابح next نوع كده عندنا شكل القائمة للتقوير الشكل القائمة ثم يعني هنا الاتصال السريع اللي احنا أريد انعمل المكالمة بشكل سريع من غير ما أناخش على الساعة من جوة وعندنا هنا دي البطارية نسبة البطارية دي والساعة متصلة ولا مش متصلة لما نخش على القائمة بقى بالشكل ده ندر نخش على القائمة من غلية ضغط على الشاشة اللي في القائمة المعتاد اللي موجود بردو في كل الساعات ده دي شكل القائمة ايه خليتها الاربع لتطبيقات عشان نعرف البرامج والزابط ونتكلم عنها بالتفصيل اهو نتكلم عنها بالشكل السبع اول حاجة يعني الخطوات الاستيتيوس خطوات اللي احنا مش نهتوا لليوم عندنا هي لهارة الريت بي ايس في الهواء زي ما توقعنا وبنقرر ميرانا وتقررنا في كل الفيديوهات عشان احنا كنا قبل كده عندنا معلوماتنا تقتصر على ان الساعات بتقيس كويس طالما هي قريبة من الاكسوميتر لكن لا اعرفنا ان هي حطل قريبة من الاكسوميتر ممكن تكون ما بتقيس برضو بي ايهاس مزبوط وده لما بنجربها وقت الرياضة فمنلاقيها الاياسات بتاعتها ملاش اي علاقة بالاكسوميتر طبعا الاياس مش بي ايس كويس بعد النبض لدينا الاكسوميتر Lana Xboard ي Какالايائه dagen السجل للمكالمات وانا في تجربتي الساعة بتاخد ارقام معانا ولا تاتفش كل الرياضة اخد drive Thank you. عندنا هنا المكالمات هنا لعبة لعب الرياضية لعب الرياضية مختلفة و euros ورا بعد ذلك المintendo unravels الت媛 говор التحكم في الكاميرا و strengthen هنا البحث عن الموبايل الإشعارات اللي نشوفها لما نوصل البرنامج عادة الضبط اللي عايزين نعمل الضبط نمط القايمة اللي شفناه براه نمط المزدود لبلوتوس اللي هو بلوتوس المكلمات وفي نفس الوقت بلوتوس البرنامج هنا البرنامج واخر حاجة عندنا هنا الأبوت نعرف منها اسم الساعة شتابت منه 30 مش اكتر من كده واللغة نقدر نتحكم فيها تحديد التاريخ ممكن احنا نغير التاريخ من خلال الساعة ضبط الوقت ممكن برضو زبط الوقت من الساعة ده كده احنا اتكلمنا عن السوفت الداخلي الساعة واصلا البرنامج ونشوفها تقدم لنا ايه؟ يلا بينا هنخش على جزء ده من الفيديو ونتكلم عن البرنامج الخاص بالساعة الاش دابيو 32 هو عملنا البرنامج اسمه سوبر باند ده اسم البرنامج زي ما احنا شايفين بالشرق ده كده هو برنامج يعتبر اول مرة نتكلم عنه هو اول مرة نربط ساعة مع البرنامج ده طيب البرنامج برضو بسيط وسهل يعني وطريقة تحكم فيه مفيش فيها اي مشاكل والساعة كان برضو اتصالها سهل جدا مع البرنامج اول حاجة بنخش نفتح البلوتس بالشكل ده وبعد كده نخش على التعيين وبنبنى نربط الساعة وعشان نتطمن ان الساعة رابط طبعا بنعمل حاجة اسمها بحس عن الجهاز بتلاقي الساعة بتعمل فيبر ايشان كمان بنلاقي الطايم زبط مع الساعة بالزبط الطايم زبط مع الجهاز الزبط يعني ساعة 13 ديئة 13 ديئة اللي في البرنامج عندنا من خلال البرنامج نقدر ان احنا تحكم فيه اضاءة الشاشة اللي هو الوقت 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 النهائي يعني احنا نقدر نقفله انه هو دلوقتي المفروض لو احنا عملنا كده الساعة ما اتنورش لكن لو احنا غيرنا الوقت ده خلينا مسلا من الساعة انشر تمام الصبح لحد الساعة اه اتنشر بالليل كده هو دلوقتي الوقت الوقت شغال لما هيجي لنا أي إشعار مش هيوصل للسعية أي وقت نفتح فيه أوبشن وضع عدم الإسعاج أي إشعار ما يوصلش للسعية عندما ننبه نقدر أن نضيف أوقات ننبه السعية تدرى فيها بتعمل فيبريشن بإيدك فعندك هنا أوبشن التسكير بالجلوس أوبشن أن أنت بتفتحه فالسعية بتفكرك مثلا كل 60 دقيقة في الوقت كذا الوقت كذا أن أنت محتاج تقعد شوية ده بالنسبة للحاجات الموجودة في المنامج عندما كمان هنا أوبشن الخاص بالبحث عن السعى تعمل فيبريشن كده ونحن شفناه من شوية عندما هنا أوبشن للطبقات الصورة بنجرب بنفتحه كده وبنضغط على السعى أو نهزها تبدأ تلقط صورة وهي موجودة هنا هي تخش بنلاقي الصور على الاستيديو بعد كده عندنا الجزء الخاص بالإشارات نقدر أن نفتح الإشارات كلها أو نقفلها زي ما إحنا محتاجين بقى كل البرامج اللي موجود على الجهاز بس للأسف مش هنلاقي المسنجر المسنجر مش بيكون موجود في البرامج عندما بعد كده هنا الجهات الاتصال مفضلة بتقدر أن أنت تضيف جهات الاتصال من خلال الأسماء اللي متسجلة عندك الجهات الاتصال ديت أي حاجة فيهم هتسجلها تتحط على الساعة وبتتنقل على الساعة بالساعة بتاخد ثمان أسماء سياسة الـ H22 في موضوع الأسماء يعني ده والأسماء بنلاقيها اتسجلت على الساعة لو دخلنا جوال قايمة بالشكل ده كده نلاقي الأسماء متسجلة على الساعة كل الأسماء اللي احنا قلناها الأسماء دي لو حد فيه متصاب بيك بيزهر اسم المتصل ده ما فيش في مشكلة عندما الـ Option المهم جدا كل الساعات يعني أو أي ساعة بنعمل لها نفيو وهو الناس اللي تدعم مجموعة كبيرة جدا من خلفيات يعني رقم حلو حوالي 60 خلفية ده بخلاف الخلفيات العليا وتقدر أن أنت أي خلفية موجودة تقدر أن أنت تنزل بدلها صورة شخصية مثلا لو إحنا مثلا دخلنا نغير دي هو بيسألك بيقولك أنت عايز نفس الخلفية فلو أنت هتحتاجها بتقوم تختارها لو أنت عايز تحط صورة شخصية بتقدر تبدلها بالصورة شخصية كمان عندك Option حلو جدا أنت بتختار الشكل اللي أنت عايز تحط فيه طايم عندك أربع أشكال بتختار الشكل اللي أنت شايفه مناسب وبتبدأ تمقلها وتنقل في حوالي من ديئة ونصف نقدر نزل أي خلفية مثلا إحنا نزلنا الخلفية دي من شوية وهي موجودة بالشكل دي على الساعة في حقيقة Option حلو قوي لما تكون بتنزل خلفية طبيعا أنت ممكن تسيب الساعة تنزل خلفية أو ما تكونش لابسها أو تحطها في جنب أو تحطها في إيدك عادي بس ما تعرفش الساعة خلصة ولا لا الساعة هنا لما تنزل خلفية بتعمل زي تنبيه كده بلما تخلص بتعمل زي إشعار كده طرحك هي أن الـ background نزلت بعد الـ background عندنا هنا يعادت ضبط الساعة نقدر نعمل لها receipt وكمان عندنا نقدر أن نفصلها أو نمسحها من البرنامج وآخر حاجة عندنا هنا وهو option الإشعار تكون اهتزاز ولا ما بيكونش اهتزاز يعني خلي الإشعار كي اهتزاز ولا لا ده بالنسبة للتوصيل الخاص بالنسبة للتوصيل الخاص بالنسبة للتوصيل الخاص بالمكالمات نخش بقى هنا نفتح الـ option ده من الساعة في ساعة وهي بنخش نسرش على البلوتوث بتاع المكالمات جوه من البلوتوث الخاص بالنوبايل ده بنسرش عليه بواشرة يعني قد نبالكم HT99 أعتقد هي review الجاي بإذن الله تماما كده احنا ربطنا هو ربطنا البلوتوث المباشر All Audio يعني احنا بنلاقي اسمها HW32 لكن مجرد بنربطها بنلاقي الاسم تغير للـ All Audio طبعا بنعمل تزامن لصوت الاتصال وبنعمل تزامن لصوت الوسائق الساعة ما بتعملش سينك الأسماء احنا بننقل الأسماء عن طريق البرنامج بتاخد تمام الأسماء زي ما احنا شفنا من شوية طيب نقدر نحنا نعمل ايه نقدر نحنا نعمل مكالمة من خلال الساعة مثلا لو دخلنا هو عامل البرنامج او عامل رقم الطوارق الـ 112 اللي هو الـ SOS وهو متسجل على الساعة وده طبعا عامل سينك مع الموبايل طيب نقدر ان احنا نخش نقدر نتحكم في الساون طبعا الساوند يشغال على الساعة اللقتي ممكن نسمع لكم صوتها طبعا صوتها بالنسبة للـ End Door كويس لكن قوت دور هيبقى الصوت مش مناسب خالص نقدر ان احنا بنخش نتحكم في الساوند من خلال الساعة بالشكل ده يعني ده مثلا برنامج الخاص بالساون ده نقدر نوقف نقدر نجيب الساوند اللي بعد كده او نقدر نرجع الساوند تاني وهكذا من الـ Options اللي قدر تعملها اللي تحب تعملها وانت لابس الساعة طيب نخش على القائمة بالشكل ده كده نقدر ان احنا نخش نعمل مكالمة 858 وياكم وهتلاقي الاتصال تم الوقتي في الساعة ده بالنسبة للـ Options الخاصة بالبرنامج واتصال الساعة بالموبايل فهنا نتكلم عن خلاصة ونقول رأينا في الساعة بشكل عام فهيلا بينا الساعة الـ HW 32 واحنا من الساعات المتوفرة في السوق ليش متوفرة في السوق في الوقت الحالي لكن احنا جبناها عشان نعمل عنها ريبيو ونقول لكم رأينا فيها بعد التجربة الساعة طبعا مش بنجيل الـ HW ما نجيش حلقة بنجيل الـ HW ما هيش بتشغل على برنامج الـ Wear Fit Pro وشغل على برنامج اسم SuperBand او مرة نسمع عنه واو مرة نشتغل عليه الساعة في الفئة المتوسطة مش احسن حاجة في الساعات اللي موجودة في نفس الفئة دي ساعات كثيرة افضل منها وهتقدم options احسن منها الـ HW 22 مثلا هتكون اختيار افضل لكن لو هي الاختيار اللي قدامك فهي ساعة بتدعم النغة العربية وبتدعم المكانمات وتدعم الرد على المكانمات فيها تغيير خلفيات تقدر تنزل صور شخصية طبعا ما بتدعمش ازهار اسم المتصل لما بتتصل انت الاسم ليزهار ما عاجبنيش السوفت بتاعها السوفت الداخلي بتاعها فكرني بساعة قديم قوي اسمها W5 نفس شكل القوائم شكل القوائم دي شكلها قديم قوي طبعا ما فيش فيها كمان باسورد فالساعة في الفئة ديت مش يعني مش احسن حاجة انصحك بيها في الفئة الخاصة بالساعة الـ HW 32 طبعا في النهاية مساش تترك في القناة وتفعل زر الجرس هيكون فيه جيبه واي حلو جدا لما نوصل لقشن قلب بسابق في الجيبه واي هتلاقي لينك الشروط موجود في الدسكريبش بالنهاية كان معكم أحمد فيه أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة